كيف نميز النبي الكذاب؟ أهلاً أحبائنا مشاهدين في كل مكان في هذه الحلقة الخاصة سنتحدث عن هذا الموضوع الهام وبالتوقيت المناسب في هذه الأيام تعرفوا موضوع النبوة الكاذبة أو النبي الكذاب هي مشي جديد من بداية الخليقة ودايماً بتشوف أشخاص المخادعين والمكارين واللي بيعملوا لحسابهم الخاص مش لمجد الله وهاي مشكلة منشوفها عبر العصور والأزمان مشكلة في العهد القديم سببت طبعاً شعب إسرائيل وشعب يهوذة أن يروحوا للسبة بسبب القيادات الغير حكيمة والقيادات الغير روحية كانوا بدل ما أن يتكلموا بكلام الله يعطوا وعود كاذبة أو مش صحيحة وبتشوف التحذرات في العهدين في العهد القديم دائماً بحذروا من الأنبياء الكذبة في العهد الجديد بتشوف يسوع بحذرنا من الأنبياء الكذبة الرسول بولوس بحذرنا من الأنبياء الكذبة الرسول يحنى بحذرنا الرسول بوتروس وهكذا يعني معظم الكتاب بالعهد الجديد بالوحي كانوا بحذرونا من الأنبياء الكذبة وكأن هذا ليس كافي حتى في آخر الأيام بيتكلم الكتاب المقدس في سفر رؤية عن مجيء برضو كمان نبي كذاب قبل مجيء المسيح ثانية وشخص يسمى الأنتي كرايست أو ضد المسيح فموضوع مستمر لكن السؤال كيف فينا انميز النبوة الحقيقية وكيف فينا انميز النبي الحقيقي من النبي المخادع وهل في علامات اللي بتوضح أو بتدل على هذا الموضوع ابقوا معي سنتحدث عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل